طب لو فيه أم بتسألك مثلاً دلوقتي تقولينا طب إيه العلامات اللي ممكن أشوفها في قوضة ابني أو بنتي تخليني أشك إن هو ليه في التحديات دي أو هو داخل في مرحلة خطر أحييكي على السؤال ده لإن إحنا كنا محتاجين السؤال ده فعلاً العلامات وجود حبل في القوضة وجود كرسي وجود كتر أحياناً بيستخدموا على فكرة فيه تحديات تانية ودي حاجة من قديم الزمان إن هما يبتدوا يشرطوا الحتة دي عندهم وده مشهور جداً وعايز أقول لحضرتك يعني هو فيه ناس بتعملوا علشان اضطراب نفسي معاين إن هما بيحسوا بالارتياح لما بيشوفوا ده بيبتدوا يشيروا ده على جروبس الولاد فبيلاقوه ترندي قوي إني بنت لو عندها مشكلة عطفية وأنا شفت حالات كده بالفعل اللي عندها مشكلة عطفية أو يعني طبعاً ده حاجات غير مصرح بيها بمجتمعنا أو الولد اللي مرتبطة بسابها بتشير ده على الجروب إن هي يعني وصلة الأعلى حالة من الضرر النفسي فطبعاً أنا كل الكلام ده أنا لازم على فكرة أبص دايماً على إيد بنتي وإبني دي حالات منتشرة قوي 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 بين المراقين في المدارس سداية دي حاجة مهمة جداً لأن أحياناً كمان بيعملوها في رجليهم فالأب والأمة بياخدوش بالهم بالضبط هنا في الرجل أو في الإيد هنا وأحياناً بيعملوها بإيه بالكنز الفتاحة بتاعة الكنز الحتة الحديد الحتة الحديد اللي بيها أنا لازم بيجي لهم قلب إزاي؟ بيجي لها قلب إزاي تنفك الحديد التالي كده؟ الولع بالترند وإحساسها بإني الأصحابها هيتعاطفوا معاها أو اللي هي لو كانت مرتبطة بحدها هيتعاطف معا ممكن يرجع لها بسعب حاجة زي دي بيخليها كده عشان كده لغة الحوار بين الأم وأبنائها ومتابعتهم ما لقيش ابني أو بنتي قعدة فترات كبيرة ما بتحاورنيش متغيرة متضايقة مكتائبة أحاول أخرجها معايا مش عايزة تخرج أنا لو خدت الطفل يعني بنتي أو ابني خدتهم اتمشيت بيهم حتى نص ساعة في اليوم أنا غيرت له جو وبتديت أقرب منه رفعت السريتونين في جسمه أنا مش بقوله هور يعني رياضة فضيعة بنقول نمشيه بس نص ساعة أنا خليت السريتونين مضاد للإكتئاب يطلع في جسمه بحيث أنه ما بيبقاش فريسة للإكتئاب أنه ما بيتكلمش مع حد أنه هو ناقم على طول في البيت مش بيشارك في أي حاجة من أنشطة البيت مش عايز يروح زياراته طيب سؤال مهم الأم أو الأب برضو في الحالة دي لما يلاقوا كل العلامات والإشارات اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هل يودوا أولادهم يعني التعديل سلوك ولا الدكتور نفسي ولا لايف كوتش برضو سؤال حييجي عليها في الأول هبتدي أحاول أن أنا أعمل سيرش وهتلاقوني يعني لو عملتوا سيرش هتلاقوا كلامي ده في كل حتة أعمل سيرش إزاي أنا من خلال أن أنا السوشيال ميديا أن أنا أوصل إزاي عالج الاترابط دي منها أن أنا أبتدي أدخله رياضة أو أكون ميل نحو لعبة معينة ممكن يكون رس ممكن يكون ميوزك تكون بنتي بتحب الميوزك ممكن أوديها تتفرج على ألعاب في النادي ممكن يكون حتى زومبي يعني الرأسة بتاعة الزومبا مفيش مشكلة كل ده هيبقى مضاد للإكتئاب بالنسبة لنا كل ده هيخليها ما تقعدش على نمازج الألعاب دي وبتقنين الوقت بين المذاكرة طبعا وبين أن أنا أخلي أبني طب غير الرياضة رياضة يعني إيه بلان بي غير الرياضة الحوار الحوار المشاركة في الاهتمامات وده مهم جدا وده مش بنلاقي خالد وده بقى فعلا اللي ناقص في مجتمعه يعني بصي عشان نبقى صراحة ولازم الأمة تثقف نفسها إزاي أشارك ابني في اهتماماته أنا لازم أعمل فرايتي على فكرة في اهتمامي بابني أحببه في لعبة أشاركه مع أصحابه أن أنا أوديهم مكان معين هم ما كنوش قادرين يروحوه أبتدي أقرب منه هو مهتم بإيه وحابب إيه وابتدي أوجهه لي وساعده أنه هو يوصله حتى أن أنا أتواصل مع أمهات أصحابه الأنتيم أبتدي أعرف مين أصحاب ولادي القريبين وأتواصل مع أمهاتهم ونعمل سفريات دي يوز مع بابتدي أقرب لا والله أنا بشوف أمهات متحدرة جدا يعني مين بيعمل كده والله ما هو عشان ولادي التربية بقتصعبة على فكرة الست اللي بتشتغل صعب جدا وقتها صعب صعب كده من هي تعمل كده يعني أنا ست بشتغل استحالة عرف عامل كل حديك بتقولي ده فأنا دلوقتي حسيت إن أنا مقصرة وضمير يبتدي يوجعني وكده أنا جالي حالة نفسية آه أنت دلوقتي كزي زي ستات الوقت اللي هتتفرج علي هتقولي يعني أنا كده أم فشلة يعني أنا ما بعملش تعتبر بع الحاجات اللي بتولوها لا إحنا ما قلناش أم فشلة الأم المكتهدة هي الأم المسالية أنا لازم أكتهد إزاي أراب بيولادي الأم اللي بتشتغل استحالة ليل وقت ده كله دكتور شريني ديني بديل بديل برضو غير اللي إحنا بنقوله ده ده صح إحنا قلناش الحوار مهم جدا إن أنا أصادق ولادي ده مهم جدا إن أنا أدخل معطيات أسحب ولادي لحاجة تانية اهتمام من اهتماماتهم ممكن يكون حتى في مساعدة أطفال أيتام أو فيه اهتمامات متعددة يعني لده على الشرداء دلوقتي إن أنا أنامي الحس ده عندهم هيحسوا بقيمة الإنجاز هما الألعاب دي بيتوجهوا ليها ليه لإني ممكن أنا أكون بعامل ابني أو بنتي في البيت بطريقة الانتقاد الدائم وده يخليه ينجذب للعبة بتحسسه بشخصيته بتحسسه بأهميته فأنا ضد الانتقاد الدائم للمرهج خالص